السلام عليكم كابتن مصطفى عبدو زي ساحتك كابتن رشوان زي ساحتك أنا اسمي علاء عرفي من أبطال مصر وأفريقيا والبحرابيط الجودو وتزاملت مع الكابتن رشوان من سنة 1978 إلى 1990 في المنطقة بمصر سفلنا مع بعض معسكرات كثيرة جدا وابطولات كثيرة جدا خلال الفترة دي طبعا لو ستكلم مع الكابتن رشوان مش هيكفي طبعا حلقة أو اثنين أو ثلاثة حتى نتكلم عليه كابتن رشوان مشهور جدا عندنا طبعا في الوطن العربي وفي الدول الأفريقية والدول العالمية كله من اللي عمله سنة 1984 وخاصة انه عدم انه هو يأذي كابتن ياماشطا في اي تدخل شرعي كان في الجودو عندنا طبعا اي حد ممكن يستعمل حركات معينة بأسماء معينة كده ممكن يضرب فيها الرجبة لكن كابتن رشوان رفض رغم من التعليمات المدرب الياباني وقتها الكابتن ياماموتو قالوا دي ماديليا ذهب لمصر مصد كسر لكن كابتن رشوان طبعا حتى في الانتروفيو لبعض المتش التزم تماما انه قال لا طبعا ما اقدرش اعمل حاجة زي كده لا اخلاقي ولا ديني ولا تربيتي خليني اكسب بالطريقة دي كابتن رشوان حتى كان بتميز انه رغم انه يلعى في الواسد المفتوح لكن كان عنده رشاقة وملونة في اداء الحركات بحيث ان تحس انه واحد خفيف يعني مش مهوش واحد ان يتقل في الحركة بالعكس كان حركته سيابية جدا وده اللي حقيقة الميزه بين الناس اللي في كل الاوزان دي فان شاء الله كده نتمنى له التوفيق دايما في حياته الاسرية ان شاء الله ونراكم على خير شكرا